جهود حثيثة تبدلها الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والألكتروني لمكافحة كافة أنواع الجرائم الألكترونية سعياً منها للقيام بدورها في توفير الحماية الأمنية للمتعاملين في المجال الألكتروني تعمل الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والألكتروني بوزارة الداخلية على مواجهة الجريمة بكافة أنواعها بما يعزز حماية كافة فئات وأفراد المجتمع من السرقة أو الابتزاز أو الإساءة أو التعرض لهم عبر مختلف الوسائل الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي التجارة الإلكترونية أصبحت اليوم لنا حاجة ماسة لها فالسابق كانت هي خيار وخيار مناسب فيها تنوع الأسواق فيها الأسعار فيها كثرة البضايع وتوفير الوقت والجهد أما اليوم أصبحت الحاجة لها ماسة لكن في بعض النصائح اللي أودنا نكثرها تسهل وتحمي من عملية شرائق الإنترنت منها تجنب استخدامك الشبكات الواي فاي العامة واستخدامك الشبكات الواي فاي الخاصة أو الشبكة الخلوية الخاصة بجهاز عدم استخدام البطايق البنكية الخاصة تتابع لحساباتك البنكية واستخدام بطايق المدفوعة الأجر خاصة للشراء من الإنترنت تقلل من الأضرار وتحد من الأضرار ناجم عن ذلك في حال أن حدوث أي خطأ ادخالك المواقع المراد الشراء منها بشكل يدوياتنا في المتصفح وتجنب الروابط اللي تنقلك للمواقع المراد الشراء منها والتأكيد على أن الموقع اللي تدخل منها يحمل أو ما يسمى السل سرتفكيشن أو الموقع الآمن اللي هو الهتش تي تي بي اس وهذه تضمن أن الخط الواصل ما بين المتصفح وسيرفر الشركة يكون خط آمن وبياناتك تكون فيه مشفرة وتحميك من وجود المتطفلين أو السارقين عبر الإنترنت طبعا فيه فرق موجود في التجارة الإلكترونية هو التجارة عبر الإنترنت اللي احنا ذكرنا بعض النصائح لها والتجارة بواسطة الإنترنت اللي هو استخدام الوسائل الدعائية عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي وفي القالة بتكون دي مواقع تدار بشكل فردي وليس من قبل شركات فهذه البضايع فيه بعض الأمور اللي سبق ومرت علينا في الإدارة من ضمنها اللي هو شراء بضايع على الأساس أنها بضايع أصلية لكن وصولها تكون ضايع مقلدة ويجب التفريق ما بين الشراء عبرها أو بواسطته نصيحة وجهها المواطنين المقيمين التأني في النقاط اللي سبق وذكرناها وفي حال حدوث أي مشكلة عدم التردد في الإبلاغ على خاطف رقم 992 أو الخط الواتساب 178-108-108 تتابع الإدارة على أساس يتسنى لنا اتخاذ كافة الإجراءات القانونية واسترجاع الحقوق لأصحابها كما تعمل الإدارة على إنفاذ القانون بحق مرتكبي عمليات القرصنة للحد من الجرائم الإلكترونية الجريمة الإلكترونية هي جريمة سهلة الوقوع وليست مقتصرة على فئة عمرية معينة أو جنس معين فبالتالي ممكن لأي أحد أنه يقع فيها وجد لدينا القانون رقم 60 لسنة 2014 بشأن جرائم تقنية المعلومات والذي نص على عدة جرائم الإلكترونية وعقوباتها ووضع لنا المشرع البحرين القوانين بشكل عام لتشمل تطور الذي نمر فيه دورنا في إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية هو أن ننشر الوعي والثقافة لتفادي وقوع الأفراد في مثل هذا النوع من الجرائم وأهمها الاحتيال الإلكتروني والقرصنة الإلكترونية وننصح أصحاب المشاريع الصغيرة إنشاء سجل تجاري لممارسة تجارتهم عبر وسائل تواصل اجتماعي لتفادي الوقوع في مخالفة مزاولة النشاط التجاري بدون ترخيص إذ يلوح القانون الجديد بالحبس والغرامة المالية كل من أنشأ وإدارة متجراً إلكترونياً أو زاولة نشاطاً إلكترونياً دون الحصول على ترخيص يبقى وعي أفراد المجتمع بالاستخدام الأمثل لوسائل التواصل الاجتماعي عاملاً أساسياً لتفادي وقوعهم ضحايا لهذا النوع من الجرائم